يا أخواني آية اليوم سمعتها في صلاة المغرب والله إنها مؤثرة من أجل ذلك طلبت المصحف وفتحت على هذه الآية حتى قرأها بين يديكم الله سبحانه وتعالى يختم صورة المدثر بآية عظيمة جدا يقول ربي سبحانه وتعالى فيها وَمَا يَذْكُرُونَ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ هُوَ أَهْلُ الْتَقْوَى وَأَهْلُ الْمَغْفِرَةِ وَهُوَ الْعَظِيمُ وهو العظيم سبحانه وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيام والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون كيف لا يكون سبحانه وتعالى هو أهلٌ للتقوى وهو الذي رفع السماء بلا عمد نراها والله جل وعلا هو الذي قال في سورة الرعد الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها كيف لا يُتَّقَ سبحانه وتعالى ويعظم وهو الذي قال في سورة النبأ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا كيف لا يُتَّقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وَهُوَ الَّذِي خَلَقَنَا وَهُوَ الَّذِي شَقَّ أَسْمَاعَنَا وَأَبْصَارَنَا الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون قال ربي وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون كيف لا يُتَّقَ جلَّ في علاه وهو الذي خلق الملائكة وَلَا يُحْسِي عَدَدَهُمْ إِلَّا اللَّهُ خَلَقَهُمْ بِأَوْصَافٍ عَظِيمَةٍ مَثْنَى الله عز وجل قال الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أُلُو أُلُو أَجْنِحَةٍ مَثْنَى وَثُلَاثَ وَرُبَا كيف لا يُتَّقَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهو الذي أخبر عن الملائكة إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ كيف لا يُتَّقَ سُبْحَانُهُ وَتَعَالَى وهو الذي خوفنا بنفسه فقال ويُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا وإلى الله المصير ويُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسًا والله رؤوف بالعباد كيف لا يُعَظَّم سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى وهو الذي خوفنا بنار تلظى لا يصلاها إلا الأشقى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الله يزعلنا من المتقين